اختتام اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك زائد قارب سعر خامة برينتا 81 دولار للبرميل حيث ارتفع بما يقارب 2% وهو أفضل سعر له منذ أربع سنوات محمد سعدوي يقول سويعات فقط عن انقضاء اجتماع أوبك زائد بالجزائر قارب سعر نفتة برينت 81 دولار للبرميل لأول مرة منذ أربع سنوات تحت تأثير قرار الاجتماع القاضي بعدم الزيادة في الانتاج رغم نقص معروضة يعني الطلب الآن في الربع الرابع هو حوالي 33.4 مليون برميل اليوم والانتاج المنظمة قبل انخفاض ايران هو حوالي 32.6 ولذلك يبقى هذا الضغط على الأسعار ولا سيما السوق يعرف بأن يكون فيه انخفاض من طرف ايران في نوفمبر ويعرف بنفس الوقت بأن انتاج فينزولا سينخفض في الأشهر والسنة القادمة القرار متخذ بالجزائر من قبل أعضاء أوبك زائد من المتظر أن يرقى بالأسعار فوق الثمانين دولارا خلال الأشهر المتبقية قبل سنة 2019 سنة من المتوقع أن ينخفض خلالها الطالب على النفط ولو يكون فيه ارتفاع في الأسعار في هذه المدة لشهرين أو ثلاثة أظنوا إلا بقوا على هذا القرار في هذه المدة شهرين أو ثلاثة هذا يكون قرار صائب لأن في مصلحة المنظمة يكون فيه توازن في السوق في 2019 وتكون الأسعار في حوالي 75 دولار البرميل معدل في هذه السنة المنعرجات الكبيرة التي عرفتها أسواق النفط في العالم خلال السنوات الأخيرة كتب لها أن تخطى وتهندس في الجزائر وبرعاية منها فبعد الاجتماع التاريخي لسنة 2019 ها هو اجتماع أوبكزائد يدفع بالأسعار إلى مستوية طال انتظارها